السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بكم وحياكم الله أبنائي ومنات الطلاب معنا في حصة القرآن الكريم للصف الثالث الابتدائي لمدارس التحفيظ بهذه الحصة نكمل ما تبقى من سورة الزخرف بإذن الله إذن سنقرأ سورة الزخرف من الآية الرابعة والسبعين حتى نهاية السورة الآية التاسعة والثمانين في بداية الحصة وكما تعودنا دائما نتذكر سويا أداب تلاوة القرآن الكريم حتى نلتزم بها بعد قليل عندما نقرأ بإذن الله وبالتأكيد تذكرون أول أدب قلنا ما هو أحسنتم إذن أول أدب من أداب تلاوة القرآن الكريم هو الوضوء نتوضع حتى نكون على طهارة عندما نمسك المصحف الأدب الذي يليه أحسنتم الاستياك قلنا استخدام المسواك أو فرشاة الأسنان لنظافة الفم الأدب الذي يليه ممتازين الاستعاذة والبسملة إذا قرأنا أي صورة من بدايتها ماذا نقول أحسنتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا قرأنا أي آية أخرى من غير البداية نكتفي فقط بالاستعاذة الأدب الذي يليه ما هو أحسنتم إذن قلنا الترتيل كما تعودنا دائما نقرأ القرآن بترتيل وبصوت جبيل الأدب الذي يليه ما هو ممتازين إذن قلنا الخشوع دائما نحاول أن نقرأ في مكان هادئ ومعد للقراءة حتى نتمكن من الخشوع ونتمكن أيضا من التدبر والتفكر في الآيات التي نقرأ أيضا نتذكر الآن تنبيهات عامة قلنا مهمة في حصة القرآن الكريم تساعدنا على التركيز والقراءة بشكل صحيح وبالتأكيد تذكرون أول أمر مهم قلنا ما هو أحسنتم احتساب الأجر من عند الله سبحانه وتعالى نحن مأجرون بتلاوتنا للقرآن الكريم وكل حرف نقرأ لنا به حسنة من عند الله الأمر المهم الذي يليه ما هو ممتازين المتابعة في المصحف قلنا مهم جدا دائما أن يكون المصحف موجود معنا أثناء التلاوة نستمع أو عندما نستمع نتابع في المصحف وعندما نقرأ أيضا نتابع في المصحف ذلك جالنا بإذن الله نقرأ قراءة صحيحة وخالية من الأخطاء وهي النقطة التي تليها النطق الصحيح قلنا مهم جدا دائما أن نستمع بشكل جيد حتى دائما ننطق الآيات نطقا صحيحا وخاليا من الأخطاء الأمر المهم الذي يليه ما هو أحسنتم القراءة بتمهل دائما نؤكد على هذه النقطة وهو أنه يجب أن نقرأ القرآن الكريم بتمهل إذا ما نستعجل في التلاوة القراءة بتمهل مهمة جدا تساعدنا على القراءة بشكل صحيح تساعدنا أيضا على الترتيل وعلى الخشوع إذن نقطة مهمة جدا نلتزم بها دائما الأمر المهم الذي يليه ما هو أحسنتم المحافظة على المصحف قلنا دائما عندما ننتهي من تلاوة القرآن الكريم نضع المصحف فوق الكتب أو على رف مرتفع ودائما نحافظ عليه من التمزق ومن التلف آخر أمر مهم ما هو أحسنتم المراجعة المستمرة نحاول قدر المستطاع أن نراجع أثناء الحصة كذلك أنتم في المنزل مهم جدا أن تراجعوا بشكل مستمر بإمكانكم العودة للحصص السابقة والاستماع لها مرة أخرى ممكن أي أحد في المنزل أيضا يساعدكم على مراجعة السور السابقة كذلك ممكن أن نستفيد من برنامج مصحف مدرستي والذي أشرنا له في الحصص الماضية قلنا أن البرنامج يحوي العديد من القرآن والعديد من المميزات التي تساعدكم بإذن الله على التلاوة والمراجعة إذن نفتح سويا على سورة الزخرف سنقرأ من الآية الرابعة والسبعين وحتى الآية التاسعة والثمانين وهي نهاية سورة الزخرف جاهزين إذن على بركة الله نبدأ سويا إذن نستمع لسورة الزخرف ونتابع في المصحف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ممتازين نستمع مرة أخرى لسورة الزخرف من الآية الرابعة والسبعين وحتى الآية التاسعة والثمانين والمتابع في المصحف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ممتازين يعطيكم العافية إذا نستمعنا سويا للآيات المطلومين تلاوتها من سورة الزخرف في هذه الحصة الآن جاهزين حتى نقرأ ولكن قبل ذلك أريد أن أشير لبعض الكلمات التي يجب أن ننتبه عندما نقرأها بعد قليل حتى نقرأها بإذن الله بشكل صحيح نلاحظ في الآية الخامسة والسبعين من سورة الزخرف يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون لا يفتر عنهم إذن هنا يجب أن نقرأها بشكل صحيح لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وهم فيه مبلسون أيضا في الآية التاسعة والسبعين يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ مرة أخرى أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أيضا نلاحظ في الآية السابعة والثمانين يقول الله عز وجل وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ الآية التي تليها وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَا أُولَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ وَقِيلِهِ فداية الآية وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَا أُولَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ إذن لاحظنا بعض الآيات التي يجب أن ننتبه عندما نقرأها بعد قليل وذكركم مرة أخرى مهم جدا أن نقرأ بتمهل وأيضا نتابع أثناء التلاوة نتابع في المصحف حتى نقرأ بإذن الله قراءة صحيحة وخالية من الأخطأ جاهزين؟ إذن نبدأ سويا على بركة الله نقرأ سورة الزخرف من الآية الرابعة والسبعين وحتى الآية التاسعة والثمانين ونتابع في المصحف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أَمْ أَبَرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبَرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَى أَوَّلُ الْعَابِدِينَ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَى أَوَّلُوا الْعَابِدِينَ 117. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون 118. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون 119. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم 110. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون 111. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد 111. ولا ينشر بالحق وهم يعلمون 112. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأحب فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ممتازين يعطيكم العافية نستمع مرة أخرى إذن الآن سنستمع فقط ونتابع في المصحف أعوذ بالله من الشيطان الرجي إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ممتازين إذن وصلنا سويا لنهاية الدرس قرأنا واستمعنا لسورة الزخرة من الآية الرابعة والسبعين حتى نهاية السورة الآية التاسعة والثمانين الله أعطكم العافية شكرا لكم على حسن استماعكم وحسن متابعتكم وبإذن الله أراكم على خير في أمان الله